السلام عليكم أكل عرابي عند أمير وكان العرابي شرها فقال له الأمير ما لك تأكل الخروف هكذا كأن أمه نطحتك فرد العرابي وما لك تشفق عليه هكذا كأن أمه أرضعتك قال المثقفون والكتاب في الشتات للرئيس محمود عباس حين تناول أسباب محرقة اليهود ما لك لويت أسباب المحرقة اليهودية هكذا كأن الصهيونية نطحتك مع أن الصهيونية نطحته نطحت أبوه نطحت شعبنا كله فرد عليهم الرئيس وأنتم ما لكم تشفقون على الصهيونية هكذا كأنها أمكم وقد أرضعتكم أيها المثقفون والكتاب والمفكرون الفلسطينيون يقول مثل دنماركي العين شاهد أفضل من الأذنين مأساتنا نحن الساميين المسيحيين والمسلمين التي نعانيها من اليهود الساميين الأوروبيين وغيرهم مأساتنا عظيمة مثل المحرقة النازية ولأن عيونكم شاهدة على مأساتنا أفضل من شهادة آذانكم على مأساتهم فنحن ننتظر منكم أن تجعلوا الدنيا حيث أنتم تزخر بالرسائل والمقالات والإعلام الذين أنتم بينهم اليوم هم سبب وجودكم بينهم وهم سبب مأساتنا ومأسات اليهود فأضيءوا عتمة مأساتنا وهي حالك عندهم فالأقربون أولى بالمعروف والسلام عليكم